بسم الله الرحمن الرحيم اليوم نرى مع بعض كيف ناخد قرار لو انت متعلمش كيف تاخد قرار غيرك هيخد لك القرار وغالبا مش هيكون القرار الانسب هيكون القرار اللي هو شايف انه هو انسب متخليش غيرك هو اللي ياخد لك القرار لا انت تسأل وتستشيره وتاخد برأيه ورأيه غيره يبقى تخط برأيه خمس ستة وفي الاخر انت اللي بتاخده القرار طب ايه حكايت اتخاذ القرار اتخاذ القرار ده عبارة عن ان انا بقارم بين اكتر من اختيار يعني ابسط حاجة كل يوم الواحد مسلا عايز تتعاش فده لو بتعاش كل يوم يعني يقول لك مثلا انت بطلب ولا روح لواحد من صاحب مسلا ان ارزل عليه ويتغدى عنده ولا يعني اخاطر وعمل انا اكل وان كان يباد في المستشفى النهاردة ده نوع من اتخاذ القرار هتاخد ان القرار في يوم تمام بس ده قرار سهل بينما في بعض القرار بتحتاج فعلا تفكير عميك وممكن واحد يتعب ويدخل المستشفى بسبب ان هو بشعرية في اخذ القرار زي مثلا انا خلصت كلية دلوقتي اكمل في المجال الاكاديمي ولا ضار على الشغل طيب لو اشتغلت افتح مشوعة خاصبية ولا اشتغل في شركة ولو جملت في المجال الاكاديمي اشتغل ادور على حاجة مثلا جوا مصر ولا برا مصر ولا اشتغل اونلاين ولا قبر دماغي وعد على القهوة طيب كل الاختراض دي اختيارات بتربك الواحد طيب ازاي ان انا اخذ القرار اتخاذ القرار عبارة عن مقارنة بين بدائل فلازم ايه ابعرف ان في بديل واحد وبديل اثنين وبديل ثلاثة تمام لو ما فيش بدائل زي مثلا خلاص ابتدائي دخل اعدادي خلاص ما ما فيش اختيار تاني فبكمل في المسار خلاص طول ابتدائي دخل تاني ابتدائي ما فيش اي اختيار تاني تمام طيب انا دوقتي اجيب ورقة وقلم واكتب مثلا اختيار واحد اختيار اثنين تمام وابدأ اجمع معلومات ابدأ اسأل الناس اللي اخترت الاختيار واحد والاختيار اللي هو اثنين تمام ايه ده وايه ده واعرف منه معلومات الايه هل مستقبل هل ايه شغلنا حلوة هل متعبة هل هل بجمع المعلومات كلها تمام وما فيش حاجة بيبقى كويسة مية في المية والبقى وحش مية في البقية ويلا كتتلاغت اللي هي حاجة والحشادية لا هتلاقي دي لها مزايا ودي لها عيوب انا ببدأ احطت شوف المزايا واشوف العيوب وابدأ اكتب الحاجات دي كلها تمام اه ممكن مثلا انا عايز اختار مثلا انا اخش معماري ولا انشائي ابدأ اشوف واحد معماري واحد انشائي بش ايه اثنان انا مجرد ان انا كتبت معماري وانشائي وهي شيء مبهمة زي الفو به فهبص على الشكل مثلا انا انا الاقي معماري مثلا لابس بدلة وماذا اني مش لابس بدلة اروح ما اختار اللابس بدلة لا لازم يكون عنده معلومات تمام ممكن اعمل حاجة اسمها decision matrix زي ما حنشوف دلوقتي دي شكلها هي موجودة على الكسيل ممكن تعملها على ورا وقلم ممكن تعملها باي جادول عايز تعملها باي حاجة عاملة المهم هي فكرتها بسيطة وانت عملها بالاسلوب اللي انساب ليك دي هو الجادول دوت فانا مسلا بشوف الاختارات اللي عندي ايه وابشن بي وابشن سي تمام ايه العوامل اللي اختار عليها انا مثلا وليكم مثلا هنا تختار مثلا النوع كلية او ادريس او مدرسي اتجاوز دلوقتي ولا اشتغل ولا يعني تشوف الاختارات اللي قدامك اللي انت محتار فيه وتبدأ تكتبه تمام هنا بقى تبدأ تشوف ايه العوامل اللي هساعدك على الاختيار مثلا انت بتحب الحاجة دي ولا لا حب الاختيار تمام انت لازم تختار الحاجة اللي انت بتحبها تمام بس ممكن تكون انت بتحب حاجة ملاقش مستقبل تمام يعني واحد مثلا بحب يلعب بالظل مثلا فدي ملاقش مستقبل دلوقتي ان لو انت رجل مطقن جدا الحاجة ديت فتبقى شيء مميز تتلعب تلفزيون بس فرض العادي يبقى حب الاختيار دوت ممكن تديها درجة بس كل العوامل بتقول لا اختار حاجة تانية فتختار الحاجة التانية مثلا المستقبل هل لها مستقبل مطلوبة في السوق او خلاص تمام يعني مثلا واحد مثلا بعمل موضوع دوت مثلا بعد عشرين سنة والبترول خلص وعايز يطلع مهندس بترول طب ما البترول خلص ما تدرع حاجة تانية تمام دي فكرة الحاجة دي بيشوف هل هي مطلوبة لها مستقبل تبقى تكتب العوامل الاختيار تمام ابدأ بصد مسلا الاختار الاوليين ده انا بحبه جدا ها ادي له مثلا ايه عشرة طيب هل هو لي مستقبل اه لي مستقبل مثلا بس مستقبل اديه خمسة في المية بينما الاختار التاني انا بحبه مثلا اه ثلاثة في المية ولي مستقبل اه لا ما هوش سفر تمام فتبدأ تقرم بالاختيارات كلها فتلاقي مثلا اكتر حاجة لها عوامل اللي هي رقم اوبشن ايه اللي هو اخد مثلا خمسطاشر تمام طيب ده بصدة جدا ممكن انت بقي تعمل حاجة اقصر بخمسة يعني لو خدت هنا نقطة يبا oc 시간 انا خدت ايه خمسوا نقط Ocean التي هي مستقبل دي هاديها مثلا اتنين تمام زي ما انت شايف كده هتبدأ يتجامع النقاط فهتلاح مثلا ايه ان الحاجة اللي كتواخده عشر مرة فاتت بقت خمسين تمام فلايتم مثلا ان اوبشن اي خده هو ستين في المية ستين نقطة وده اخدت ساعتاشر وده سبع عشي تمام بش عارف الموضوع واضح او لا بس نشرحولك تاني ده هنا اوبشن اي اوبشن بي اوبشن سي تمام هبدأ حط النقاط بتاعت كل واحدة فيهم حسب العوامل اللي انا شاف انها هتأثر في الاختيار بتاعي تمام يعني مثلا من دون الاختيار انا مثلا واحد شاف ان الوجهة الاجتماعية مهمة جدا فعايز اكتب وجهة اجتماعية تمام انا واحد مهتمة جدا بالعمل حر فعايز اكتب الحرية المالية مثلا تمام فانت بتبدأ تشوف ايه العوامل اللي انت هتأثر على قرارك والعوامل دي بيبقى لها وزن تمام انت الاوزن دي بتختلف من شخص لشخص ممكن واحد شاف ان ان هو يختار حاجة هتجيبه الفلوس تمام هي دي اعلى حاجة دي انا هتديها مية في المية تمام مثلا الفلوس تمام انا اديتها مثلا مثلا تسع في المية تسع درجات تمام فبدأت العامل تختلف لو واحد مثلا من هنا مثلا كانت واخدها مثلا عشرة وروح من تفقيه مثلا الاعلى ريتنج هنا من سفر العشرة ماشي والوزن مثلا من سفر العشرة تمام بحيث ان محدش يروح كاتب لي مية في المية فيروح ضرب المعادلة كلها تبدأ تكوننف فاحنا لاينا هنا ان اختار البي دوت لو واحد يحب الفلوس سيختار الاختيار الوبي دي فكرة الاختيار من متعدد لما نكون عندي كاس اختيار ابدأ عن الموضوع ده عشان نختار طبعا لو في حاجة حرام دي تاخد مية في المية مفيش حاجة اسمها تختار حاجة تبقى حرام ويعني ما بني على حرام فهو حرام كل جسد نبتة من حرام فالنر اولا به لو في حاجة حرام اشطبهم الامل ما تحطها في الاختيارات يعني ما حانتش يقول لي هفتح كبارية يعني انت بتدور في الاختيارات اللي ربنا سمح لك بيها او داك الحرية فيها لان هي كل حاجة في الصحة ما عند حاجة تقول لي اي اي لا ما تسيبش كل حاجة حلال وتروح للحاجة الحرام تمام وبعد كده بعد ما عملت الموضوع دوت بيصال لصلاة استخارة هتقول لي انت ما احنا عملنا وشوفنا بالعلم كده ايه الاختيار محدش عارف الغيب محدش عارف ايه الحاجة كويسة تمام اه غير ربنا فانت لما بتختار هو بتقول كافصات استخارة وموجود عن نت هتلاقي اللهم اني استخارك بعلمك قدرتك ان كان فيه خير فافقني له وان كان فيه شر فاصرفه عنه تمام فلو فعلا فيه حاجة بيش كويسة ربنا يصرفه عنك اه ما فيش حاسما انت هتشوف رؤية وتشوف حلم لا الفكرة كلها ان اتخاذ القرار بات الاستخارة لو فيه شر ربنا يبعده عنك لو فيه خير ربنا يوفاك لي اتمنى يكون الموضوع سهل وبسيط اتمنى لو الحاجة كويسة حاول تنشرها وتقولها للنس كلها